هنأ التجمع اليمني للإصلاح أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج والقيادات السياسية ومنتسبي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بالعيد الوطني الثامن والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وقال الإصلاح لقد كانت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر اللحظة التاريخية الأولى التي قسمت ظهر المشروع الإمامي العنصري البغيط وستظل أم الثورات وعنوانا لميلاد وطن وملحمة تاريخية أزاحت عن كاهل الشعب ركام سنوات طويلة من الحكم الإمامي الكهنوتي الظلامي الذي عزل الشعب عن العالم وحكمه بالقهر والاستبداد والظلم والعنصرية وأوضح الإصلاح بأن ثورتي سبتمبر وأكتوبر كانت تتويجا لنظالات الشعب اليمني الأبي في الشمال والجنوب لسنوات طويلة وعكس تطلعاته في مستقبل مشرق يحقق العدل والأمن والسلام وأشار الإصلاح إلى أن الشعب اليمني لا يزال يخوض معركة التحرر ومواجهة الإمامة العنصرية في شكلها الجديد ويقدم التضحيات ويروي تربة اليمن بالدماء الطاهرة الزكية وأكد الإصلاح بأن معركة الشعب اليمني اليوم في مواجهة ميليشيا الحوثية الإرهابية ومشروعها الإمامي المتخلف معركة مقدسة وأوضح بأن استعصال هذا السرطان مسؤولية كل القوى الوطنية التي تتطلع إلى المستقبل المشرق لليمن وتتشارك في بناء مدامك الدولة اليمنية وشدد التجمع اليمني للإصلاح على أهمية توجيه كل الطاقات والجهود لمكافحة نحو المعركة المصيرية التي هي معركة كل اليمنيين وهو ما يتطلب إعطاء الاهتمام الأكبر للجيش ومنتسبيه وجرحاه ولأسر الشهداء وطلب الإصلاح الحكومة القيام بمسؤولياتها في إنقاذ الاقتصاد والعملة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة وتفعيل مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة كي تقوم بمهامها على أكمل وجه وقال الإصلاح إن ميليشيا الحوثي باستهدافها للمدنيين والأحياء السكنية تؤكد بأنها جماعة إرهابية عنصرية ما كانت ولن تكون شريكا صادقا في عملية السلام وعنما تستهلك الوقت لتحقيق أهدافها وأهداف مموليها في تدمير اليمن والإضرار بمحيطه العربي وإقلاق الأمن والسلم الدوليين وعلفت الإصلاح انتباه المجتمع الدولي إلى المخاطر التي ستنتج عن كارثة خزان صافر التي تمنع جماعة الحوثية الإرهابية أي صيانة له من قبل الخبراء الدوليين وجدد الإصلاح الشكر لكل الأشقاء والأصدقاء الذين يقفون إلى جانب اليمن وقياداته وحكومة الشرعية لا سيم التحالف العربي بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين لا يزالون السند والرديف لليمنيين في مواجهة عصابات الانقلاب الحوثي الإيراني وتوحيد صف القوى المؤيدة للشرعية في معركة استعادة الدولة وأكد الإصلاح على ضرورة عودة مؤسسة الدولة الرئاسة والحكومة والبرلمان للعمل من العاصمة المؤقتة عدن كما نص على ذلك اتفاق الرياض وذلك لقيادة معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وإدارة الشأن العام وتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات